بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة STC سالمون تريدينج شانيلا مع كورس الإدارة الرشيدة لرؤوس الأموال ومع الحلقة السادسة في هذا الكورس عنوان هذه الحلقة إياك والمضاربة لمجرد التسلية نعم إياك والتداول لمجرد قتل الوقت والتسلية طيب لماذا هذا التحذير الهام لأننا نجد أن هناك بعض المضاربين عندما لا يجد أي شيء يفعله يحلو له الدخول والخروج من السوق لا لسبب غير كسر الملل والتخلص من الضجر والسأم الذي ينتابهم كذلك نجد أن بعض موظفي غرف التداول في البنوك وشركات توظيف الأموال يخيل إليهم في بعض الأحيان أن عليهم القيام بشيء يشغل الوقت وظهور أمام الآخرين في صورة المكدين العاملين بلا كلل وكأنهم في مصنع مفروض عليهم إنتاج عدد معين من الوحدات كل يوم لذلك نجد أن المستثمر الأسطولي أورين بابيت يعلق على ذلك بقوله بأن الاستثمار الناجح لا يحتاج أحيانا إلى عمل أي شيء فأحيانا يكون كل ما هو مطلوب البقاء بلا عمل انتظارا للفرصة الجيدة التي ستتواجد حتما ما دامت هناك أسواق انتهى كلامه وعلى وجه العموم ينبغي للمشتركين بالأسواق المالية بناء برامجهم الاستثمارية على أربع قواعد هامة جدا سوف نتناولهم بالشرح والتفسير في اللقاء القادم إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلمون موسيقى موسيقى موسيقى